تكاد الحرب تكمل عامها الخامس في اليمن ولا مؤشرة على انتهائها قريبا الحرب طرفها الأول عصابة انقلبت على الدولة وطرفها الثاني الشرعية وتحالف من عشر دول بينها السعودية والإمارات اليوم وبعد أربع سنوات من الحرب يقول المنطق إن دولا هي الأغنى ماليا والأكثر تسليحا في المنطقة يفترض بها أن تنتصر على جماعة انقلابية محاصرة جوا وبحرا ولا تحظى باعتراف دولي أو شعبي لكن ذلك لم يحدث بل لازالت ميليشيا الحوثي تحقق انتصارات عسكرية وسياسية كان آخرها اشتياح قرى حجور على مقربة من الحدود السعودية وكسب معركة الحديدة سياسيا عبر عرقلتها تحرير محافظة الحديدة من قبل الشرعية والتحالف ما الذي يجري في اليمن إذن؟ يقيم الرئيس هادي في الرياض منذ مارس 2015 ولم يعد إلى العاصمة المؤقتة عدن إلا كسائح لا تتجاوز زيارته أياما وسواء أكان هادي وراء عدم عودته مع قادة الشرعية إلى عدن أم كان التحالف فإن النتيجة لا تشكل فرقا يذكر وهي تلاشي الدولة على حساب الميليشيات والفوضى حتى من منفاه عطل هادي مؤسسات الدولة التي كان يمكن أن تكون أدوات قوة لشرعية البرلمان الذي اكتمل نصابه القانوني في آخر لقاء له في الرياض عرقل هادي والتحالف انعقاده رسميا في إحدى المدن المحرارة من الداخل والجيش الذي تزعم الشرعية أن قوامه عشرات الآلاف لم تدفعه لأن يدافع عن قرى قاومة الحوثيين على بعد عشرين كيلو مترا من ثكناتها والأحزاب التي كانت عمود الحياة السياسية أصبحت مشلولة ومختطفة في الرياض فما الذي تبقى من الشرعية إذن؟ يتساءل اليمنيون بعد خذلان الشرعية لحجور بتلك الصورة المريبة رفع العديد من اليمنيين أصواتهم ضد شرعية هادي إذ يرى البعض أن الشرعية ليست سقا على بياض وإنما التزاما قانونيا أمام الشعب إذا فرطت السلطة فيه فإن من حق الشعب كونه مالك السلطة أن يستعيدها وأن يحاسب من فرطوا بها كلا حسب موقعه يا عبد الرب منصور هادي يا من أوكناك على رجابني ورجاب أبنائنا وقيادة بلادني لن يمر سقوط حجور مرور الكرام اليوم سقطت حجور بكرة اشتركوا في القناة